تنفرد سلطنة عمان بأناقة أزيائها التراثية وتنوع زخرفاتها حسب كل منطقة في البلاد يعتز العمانيون جدا بزيهم التراثي وإلى اليوم يرتدونه بكل مناسبات لأنه في قمة الروعة والأناقة إذا أراد مخرج سينمائي مثلا أن يبتدع زيا لأميرة شرقية قادمة من التاريخ لن يجد أجمل من هذا الثوب غطاء رأس يسمى لحاف أو وقاية مطرز بالترتر والخرز يضاف إليه الحظية أو الشلاشل الشلاشل هي خلوط ملونة تظهر هنا هذه هي الثوب أو الكندورة أكمامه تظهر مهارة أنامل البشر بالتطريز أما في وسطه فيكون هناك سفة أو السنغاف وهي أنواع من النقوش أيضا السروال يأتي من تحت وهو أيضا يكون عريضا من فوق لكنه ضيق جدا من عند القدمين إنه جنة في الألوان صرخة في الألوان أما الرجال فيلبسون الدشتاشة البيضاء النظيفة ذات العنق المستدير الضيق من جنب ياقتها تنسدل الفراخة أو الكركوشة الفراخة أو الكركوشة لها وظيفة أحيانا تعطر بالطيب والبخور وتفوح عطرا على بعد أمتار عدة ألوان العمامة ونقوشها زاهية ودائما تكون من لون المئزر أو الزنار الإزار هذا المكان هو الذي يوضع فيه الخنجر الفضة الذي يفتخر به العمانيون أحيانا يستعاد عن العمامة بالكمة هي طقية مطرزة يدويا ولك أن تختار اللون الذي تشاء والنقش التي تريد لكن إذا اخترته فاعلم أن إزار خسرك يجب أن يكون من جنسها مواقع التواصل الاجتماعي ضجت ببعض الصور لعباءات عمانية لكن يبدو أن أحد المصممين أو أحد المصممات أحبت أن تغير شكل تطريز أثواب النساء فأدخل التصاميم الكمة على أكمام وصدور العباءات النسائية لكن الكمة لباس الرجل التقليدي تلبس مع الخنجر لباس رسمي معروف أيضا غالبية ردود الفعل أتت منتقد لهذه التصاميم ناقدة لها خالد الزجاري الزجالي خالد يقول ما هذا العبث بأزيائنا التقليدية ومن المسؤول عن هذا التشويه وإن وزارة التجارة وهيئة حماية المستهلك من كل هذا لقد أفلس البعض في أفكاره وتطويره ولم يجد أمامه إلا هذا المسخ المقيت واللعب بأزيائنا بالنسبة لمنا فتقول في تغريداتها الدجداشة والكمة العمانية قيمتها من قيمة الخنجر العماني هذا استهتار واستخفاف أن توضع وضع لا يليق بمكانة الكمة العمانية وترقع العبايات برمز من رزموز الهوية العمانية الأصيلة مسلم الكثير يقول إذا كان اللباس ساترا ومحتشما فإيش الفرق إذا أخذ تطريز أو نقشة أو شال من الرجال زمان كانت العروس تلبس البشت الرجالي كنوع من الفرح والزينة فالأصل هو الاحتشام وعدم التشبه بالرجال وأما النقوش والتصاميم فهذه مسألة ذوقية أتوقع لدينا هذه التغريدة التي أتت من حامد يقول لا بد أن تكون هناك خطوط حمراء للأزياء العمانية سواء كانت نسائية أو رجالية وكفى عبثا بالزي التقليدي بحجات الموضة ومواكبة الحداثة والتطوير أليس هناك مواصفات ومقليس موثقة لدى الجهات المعنية أين حملات التفتيش من كل هذا اللعب تغريدة أخيرة من محمد يقول فيها ممكن الفكرة عندما تتمشى في المولات مع زوجها تكون على شكل العباءة من الأطراف متماسقة مع كمة الزوج ومن جهة الكعب تشبه وزارة الوزار من غير المعروف إذا إلى الآن من قام بتصميم هذه الأزياء ووضع الكمة على عباءة النساء لكن ينضم إلي من مصقة صاحب مؤسسة فخر الأصالة لمستلزمات الرجالية سعيد بن مبارك العامري مرحبا بك سعيد لماذا كل هذه الغضبة الشعبية لوضع الكمة على عباءة النساء ألا ينظر لها على أنها فقط تطريز نعم في البداية نرحب بالمشاهدين الكرام ونرحب فيك أستاذ أحمد طبعا سؤالك واضح أستاذ أحمد زي العماني الأصيل لا مساف فيه خاصة للرجل تميزنا نحن كعمانيين بالكمة والمصر اللي هي الغترة الآن في راتي أنا طبعا هو لباس جميل لكن حتى اللباس التراثي يتطور ويدخل عليه تعديلات أحيانا ويكون هناك شيء من التطوير هل هذا ممنوع أو يعني اجتماعيا في سلطنة عمان لا بكل تأكيد في الزي العماني الأصيل جزء من موروطنا العماني فلا نقبل أي تدخل دخيل في الأزياء الرجالية يعني يطابق للزي النسائي طيب طيب إذا ممكن تعطيني فقط فكرة عن التطريزات المسموحة فقط أن هذه التطريزات هي تطريزات نسائية وما دونها هو رجالي والله أستاذ أحمد تطاريز النساء أنت عارف عالم بحر كبير يعني في كل يوم تأتي موضة جديدة وزيت جديد وملابس جديدة ولكن يدخل المصر العماني مثلا في عباءة في فستان أو الكمة طبعا يعني الشارع العماني هنا مفتاء كثير طيب هل هناك مثلا سيكون مثلا تتوقع أن يكون إقبال على مثل هذه العباءات فتيات لا يهتمنا كثيرا من الجيل الجديد بالزي العماهي التراثي يشترينا العباءات أتوقع لا خاصة ونحن متمسكين جدا بالزي الأماني كل شكر لك كنت معي من مصقط صاحب مؤسسة فخر الأصالة المستزمات الرجالية سعيد بن مبارك العامري شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها